في إطار تحسين الحوكمة واستخدام التقنية الحديثة في مجال الحكومة الإلكترونية حققت وزارة الداخلية فوزا في المراكز الأولى بجائزة التمييز لحكومة الإلكترونية لعام 2021 بمشاركة إدارة العمليات برئاسة الأمن العام والمحافظة الجنوبية وشؤون الجمارك لتكون إحدى المنجزات الوطنية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مملكة البحرين حققت وزارة الداخلية نغلة نوعية في الأداء وموصلت التمييز في تقديم خدمات أمنية عصرية متكاملة لما تحظى به الوزارة من دعم ورعاية لكافة قطاعاتها الأمنية والخدمية من قيادة الرشيدة فقد حازت على المراكز الأولى في جائزة التمييز للحكومة الإلكترونية لعام 2021 حيث نالت إدارة العمليات في رئاسة الأمن العام المركز الأول ضمن فئة أفضل خدمات تكاملية الأفراد أو الأعمال بمشاركتها في النظام الجغرافي الأمني باعتباره أحد الأنظمة الأساسية للمنظومة المتكاملة لقرفة العمليات الرئيسية لاستقبال البلاغات وإدارتها عبر خط الطوارئ 999 والاستجابة لها وحتى الانتهاء من التعامل مع الحدث كما فازت المحافظة الجنوبية عن فئة القطاع العام كأفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية لمشروع المجلس الافتراضي للمحافظة الجنوبية في تعزيز التواصل البنائي مع المواطنين والمقيمين والأخذ باحتياجاتهم وأرائهم ومقترحاتهم لمواكبة الرؤى والتطلعات الرائدة في تحقيق التنمية الشاملة والتقدم والنماء وفي ذات السياق يأتي فوز شؤون الجمارك عن أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية في فئة الأفراد كأفضل مقترح حكومي وذلك عبر إنشاء عدة قنوات اتصال إلكترونية بهدف ضمان التواصل الفعال والمستمر مع عملائها من خلال التطبيقات الإلكترونية المختلفة حصول شؤون الجمارك على جائزة التميز للحكومة الإلكترونية عن أفضل ممارسة في المشاركة المجتمعية هو إنجاز نفخر فيه أحنا في مركز الاتصال وفرنا للكافة عملاء الجمارك وأيضا للشركاء عدد من قنوات الاتصال منها الاتصال السمعي، البريد الإلكتروني، تطبيق الواتساب، خدمة اتصل بنا عبر موقع الجمارك الإلكتروني وأيضا وجودنا على النظام الوطني للمقترحة والشكاوى تواصل كون الجمارك تقدم مجموعة من الخدمات للأفراد والعملاء والشركاء فحرصنا أن اليوم محتواننا في السوشيال ميديا يكون محتوى بطريقة مفهومة وسلسة فصار عندنا تنويع بحيث أن نحن شلون نقدر نوصل لكل فئة بالطريقة المناسبة ففعلنا قنوات التواصل عندنا من غير ما نهمل القنوات الثانية اللي ممكن بعد توصلنا حق الشريحة الأخرى يستعدني المشاركة في جائزة الحكومة الإلكترونية 2021 تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حفظ الله هذه الجائزة اللي تحث على الإبداع والابتكار لتحقيق أحداث رؤية البحرين 2030 والأحداث التنمي المستدام 2030 وتخلق بيئة تنافسية مفتوحة لقطاع الأفراد والقطاعين الخاص والعام للمشاركة في هذه الجائزة المهمة على الصعيد الوطني حصولي على هذه الجائزة اليوم يحسسني طبعا بالفخر والاعتزاز كوني أضو في شؤون الجمارك بوزارة الداخلية وأيضا يأكد حرصي كمواطنة في المقام الأول وموظفة في القطاع العام أن نحن نواصل في العمل المستمر وإيجاد أفضل الحلول والمبادرات والممارسات لدفع عجل التنمية لمملكتنا القارية البحرين وهكذا فإن وزارة الداخلية موضية في تبني التقنيات الحديثة واستثمار التكنولوجيا في مختلف المجالات لتسريع وطيرة التحول الرقمي لبناء قطاع أمني قوي وتحقيق مكانة عالمية متقدمة تقوم على أساس متين وجاهزية قوية البنية التقنية